افتكر طالبة بجامعة السلطان قابوس جهازا يعمل على تجميع الضباب وتحويله الى ماء وهو الاول من نوعه بالسلطنة ويستخدم في حل مشكلة شح المياه في محافظة ظفار تختتم الحملة التوعوية الوطنية كنوز عمان محطتها الاخيرة بجامعة ظفار اليوم والتي ينظمها مجلس البحث العلمي بهدف زيادة الوعي باهمية التنوع الاحيائي والبيئي بالسلطنة حيث بلغ عدد زواره في مختلف المحطات اكثر من 11 الفزائر مسؤول يمني يؤكد انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط الانترنت بشكل كلي خلال اقل من اسبوع في مناطق الصراع في اليمن لعدم القدرة على ايصال مادة الديزل الى تلك المناطق جراء استمرار الاشتباكات المسلحة وجه الصحفي الالماني يورغن تودون هوفر خطابا مفتوحا لزعيم تنظيم داعش ببكر البغدادين ومقاتليه اكد فيه ان اعمالهم العسكرية لا تمت للإسلام بسلع داعيا المقاتلين الى التحرر من التنظيم يبدأ باريس سان جرمان مشوار الامتار الاخيرة نحو الاحتفاظ باللقابة وذلك عندما يحل ضيفا على نانت بعد قدن السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدور الفرنسي لكرة القدم